قبل الحديث عن تطورات المشهد كنا نتحدث في الأيام الماضية بشكل مكسف عن تحركات عسكرية غاية في الأهمية للجيش التركي في الشمال السوري وذهب قائد القوات البرية وحلقت طائرة وزير الدفاع التركي فوق الأراضي السورية البعض تحدث حينها هل نحن أمام عملية عسكرية كبرى؟ هل الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة؟ في خضم إشارات من قبل الجيش التركي بأنهم ينون القيام بعملية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد من التنظيمات الإرهابية على الغرار قصد والبككيكي يعني نحن أمام تطور لافت وكبير للغاية طيب ده هنا نلقي نظرة على الصورة التي لدينا فصائل المعارضة السورية تسيطر على 32 قرية ونقطة في ريف حلب الغربي بعد معارك مع قوات النظام وأصبحت الفصائل على بعد مسافة قليلة من مدينة حلب الأعين الآن كلها متجهة على مدينة حلب بعض من الأقويل خرجت على سوشيال ميديا تشير إلى أن فصائل المعارضة كانت تنوي القيام بعملية محدودة لكن نتيجة الفرار الجماعي لقوات بشار الأسد امتدت العملية لتشمل أراضي أكثر وأكبر في الأيام القادمة والمقبلة على حد قول البعض لكن يبدو من خلال التعزيزات العسكرية الكبيرة التي تأتي لفصائل المعارضة في الوقت الراهن بأن الهدف هو حلب من البداية وحتى الآن هناك نجاح لافت لفصائل المعارضة في التقدم بسرعة مزهلة نحو المدينة التاريخية نحو المدينة الاقتصادية للأراضي السورية